نذهب إلى التعليق السياسي صغير التعليق السياسي رحنا على جبهة أوكرانيا التصعيد على جبهة أوكرانيا هلا اللي كنا عم نحكي عم بعد فشل الحزب الديمقراطي في الفوز بالرئاسة قرر الرئيس جو بايدن المنتهي ويلايته أن يسمح لأوكرانيا باستخدام الصواريخ الأمريكية البعيدة المدى لاستهداف العمق الروسي فكان رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعديل شروط استخدام القوة النووية واعتبار أن ذلك مجاز ردا على أي تهديد وجودي للأمن الروسي حتى ليبغير السلاع النووي موقف بايدن قبل أن يغادر الحكم ليس ناتجا فقط عن المعطيات المتاحة حول حالة الضعف التي تصيب الجبهة الأوكرانية ومخاطر هزيمة وشيكة تلحق بالجيش الأوكراني بل يجب ربط خطوة بايدن بالمواقف المعلنة للرئيس المنتخب دونالد ترامب التي تتعهد بإنهاء الحرب في أوكرانيا عبر التفاوض مع الرئيس بوتين على حل وصل بعد الإعلان الأمريكي بالمناسبة فورا صدر إعلان فرنسي مشابه وإعلان بريطاني مشابه بينما ناشد الرئيس الأوكراني ألمانيا التي فتحت قناة تفاوض مع روسيا لتحذو حذوهما لكنها لم تستجب إذن نحن قدام معركة الناتو أمريكا فرنسا بريطانيا بميل ألمانيا بميل نروح نتفاهم مع روسيا بالتفاوض ولا نروح نتقاتل مع روسيا هذا هو المحور الواضح أنها معركة مستقبل حلف الناتو ومعركة مستقبل أوروبا ومستقبل علاقة مع روسيا على الطاولة بين نهج التفاوض ونهج المواجهة جماعة نهج التفاوض لا يحتاجون إلى وجود الناتو وهنا يبدو ترامب قد لقي بداية تأييد ألماني بينما جماعة المواجهة هم جماعة الناتو الخائفون مما سيفعله ترامب بعد أن يتسلم بمستقبل الحلف الرئيس الروسي لن ينتظر وصول ترامب ولا يراهن على غير قوة روسيا ولا يريد بناء علاقة مع أي إدارة أمريكية إلا على قاعدة التسليم بعناصر القوى الروسية وإقامة الحساب لما تمثله فإن أراد ترامب التشوية فلتكن ثمرة القلق مما يترتب على هذا التصعيد الأهواج شهران يبقيان لبايدن في البيت الأبيض كافيين لوضع العالم على فوهة بركان ومخاطر اندلاع حرب نووية وروسيا لا تلعب عندما تفعل بروتوكول استخدام السلاح النووي ولا تنفع في ثنيها عن ذلك مناشدة تصدر عن شخص لا يجد احتراما في موسكو ويمكن حتى بيريس هو الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون الناشد للرئيس الروسي التعقل تطورات المشهد في أوكرانيا قد تغير الكثير وربما تتحول إلى انفجار كبير فجأة فمن جهة أمامنا يائس منح حق استخدام سلاح قطير هو فلاديمير زلينسكي ومن جهة مقابلة أمامنا قيصر لا يقبل الاستفزاز هو الرئيس فلاديمير بوتين